طيب خبر تاني وإحنا بنستعرض كده مع حضراتكم النهاردة وبنعمل بانوراما على أبرز الأخبار المرتبطة بالسباق الانتخابي 2024 النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بقى مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية يعني حددت مقر اللي جان العامة في الانتخابات وحددت ايه هي اختصاصاتها وحددت بقى كمان مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية عددها قد ايه عندنا عشر تلاف وخمسة وتمانين مركز من مراكز الاقتراع ونقطة كمان مهمة انه العشر تلاف مركز الاقتراع دول هيتعامل معاهم أو هيستفاد منهم أو هيتوجه اليهم عدد الناخبين المصريين اللي ليهم حق التصويت وهم سبعة وستين مليون ناخب ارقام مهمة سبعة وستين مليون ناخب مصري مدعو اليوم للاقتراع السري المباشر مدعو اليوم لاختيار رئيسه القادم في ظل انتخابات رئاسية مهمة جدا واستحقاق دستوري فارق وفاصل وفي ظل ظروف اقليمية صعبة جدا ودقيقة جدا وفي ظل حاجة اهم من كل ده اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية حتى اعلان الرئيس الفائز في هذه الانتخابات جولة الاعادة الجولة الاساسية عملية الطعون عملية المرأبة الفرز متابعة اوراق الترشح كل حاجة وكل مرحلة من هذا المصار الانتخابي بيتم تحت اشراف قضائي بالكامل يوم بقى او ايام الاقتراع نفسها هيكون قاضي لكل صندوق وده مسألة دايما نتكلم ان هي تشكل يعني ضمانة كبيرة لنزاهة ونجاح العملية الانتخابية لا احد يستطيع التشكيك فيه سير عملية الاقتراع وصير عملية الانتخاب والنتائج اللي هيتم الاعلان عنها طول ما فيه قاضي من قضاة مصر الشرفاء موجود على رأس كل صندوق يتابع كل الاجراءات ويشرف على العملية الانتخابية برماتها امتى ينتهي الاشراف القضائي لما الانتخابات كلها تخلص لما النتيجة تعلن ويبقى معروف هوية الرئيس القادم بلا بقى اي مجال سواء للاعادة او للطعون يعني لما تنتهي العملية بالكامل ده كده الاطار المنظم او بعض المعلومات الاساسية اللي واحنا ماشيين بيبدأ ترصخها وتثبتها الارقام الاعداد المقار الانتخابية المراكز الاقتراع اللجان العامة والفرعية كل ده احنا قاعدين يعني يخرج علينا تباعا بشكل قانوني وبشكل رسمي ودستوري